اشتركوا في القناة هنبدأ بسم الله في البداية يا جماعة عايز اقول لكم النعاردة الليسون ان شاء الله هتلاقوه سهل جدا مفهوش افكار خلاص تقريبا حاجات بسيطة هنقولها وزي ما قلنا كمان ان احنا هنكون النعاردة خلصنا يونت 9 كلها وطبعا يونت 7 و 8 و 9 كلها كان بتتكلم على موضوع علشان كده انا نزلتلكو فيديو مراجعة خاص بي هسيب لكم اللينك بتاعه فيه سندوق الوصفة تحت ويا ريت تشوفوه ان شاء الله تستفادوا منه لان احنا رجعنا تاني على كل المنهج والموضوعات اللي خدناها وكمان حلينا وافكار مختلفة يارب كده يفدكو جميعا طيب احنا دلوقتي هنودخل في الشرح مع بعض بس برضو خلوني افكر كل اللي بيشوفونا الاول مرة ياريت تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرز عن الكل علشان يجيلكو اشعار بكل فيديو جديد بينزل وكمان يا جماعة ياريت لو بتستفادوا معانا فعلا ادعمونا بلايك وشيروا زمالكو علشان الكل يستفيد نبدأ النهاردة بقى على طول فيه اللسون وبنتكلم فيه برضو على موضوع الديفاجن الكونسبت التاني كلامنا كله على موضوع الديفاجن وتعالوا على طول نفهم من خلال الاكزامبل اللي قدامنا بيقولك لو عندك third divided four احنا قلنا ان احنا منتعامل مع الديفاجن وليكن مثلا عندك ادي third divided four ايه رأيك اخليها third divided بدل four كده اخليها four over one تمام احنا كده غيرنا حاجة ما غيرناش حاجة احنا بس خلينا بدل من four شكل الهول خليه بشكل fraction four over one هي نفسها four طيب ايه الاستيب اللي بعد كده الاستيب اللي بقوله لك بعد كده انك بتحول من شكل division ده دي شكل multiplication ازاي هنعملها ازاي هقولك اكتب الفراكشن الاولاني third كده زي ما هو تمام تاني step امسك السيمبل او الصين الخاصة بيه خليها شكل times او multiplication تمام خليتها times طيب هعمل ايه بعد كده الفراكشن التاني بعده اقلبه يعني ايه خليلي النميريتر ما كانت دي نميريتر والعكس بدل ما هو four over one كده خلهولي one over four تمام الله اصبع عندنا كده شكل multiplication عادي خامس ايوه one times one equal one و three times four equal twelve وعلشان كده كنت بقى بحرس الفيديوهات اللي فاتت ان انا اقولكوا ذكروا الconcept الاولاني كويس اللي هو multiplication لان احنا خلاص بعد كده هتتعامل مع division زي multiplication وتمشي بقى بال steps اللي انت عارفها تمام خلونا بقى دلوقتي مع بعض نمسح الكلام ده ونكمل بقى الشرح كده احنا هنا قلنا ان انت محتاج تعمل rewrite ليه السؤال اللي عندك from division لشكل الملتبليكيشن زي ما وضحنا مع بعض تعالوا كده نكمل بقى الخطوات بقولك اديك الكلام اللي احنا شرحنا قلتلك add third divided four عملت ايه خلتها third والdivision دي خلناها multiplication اما الفور بدلا ما هي four over one كده طيب ما تخليها one over four تمام اصبح one times one equal one وthree times four equal twelve ومن هنا كمان بيقولك على نوتس بيقولك لما يقولك dividing three by four third sorry dividing third by four افهم افهم ان ده شكل multiplication زي ما فهمنا انه عبارة عن fourth times third وطبعا ده بقى بتقراك multiplication تقول fourth of third مانا لما اقولك fourth of third معناه انه fourth times third تمام ما تيجو نتأكد اكتر طيب نتأكد اكتر دي يعني ايه اكد فهمتوني ان احنا نعمل موديل دايما الموديل بيفهمنا اكتر وصورة دايما والجراف والقصص دي كلها بتوضح لنا المعنى اكتر ونتأكد منه تعالوا شوفوا لو رسمنا موديل بالشكل ده وبدأت ارسم third خلينا في الاكزامبل بتاعنا third وبدأت third ده تقسموا four parts قسمت part الثاني الثالث الرابع طيب كل part equal one over twelve طب حد يقول لي ايش معنى one over twelve هقولك لان احنا third ده جوه هول فانتأسمت كمان الشكل التاني بقيته third ولو كل third من ده قسمته لfour parts زي ما انت شايف four parts four parts اذا لازم يطلع part الواحد قمته one over twelve جاي ان دول كلهم اصبحوا عندك four وfour وfour يعني twelve يبقى unit fraction هنا one over twelve تمام يبقى احنا كده قدرنا نطلع solution وزي ما قلنا لو مشينا باللا steps اللي احنا تعلمناها تعالى نقولها تقول ادي third divided four over one تكتب ازاي ادي third times الone over four يبقى one over twelve تمام فهمنا نعملها ازاي وفهمنا اكتر من خلال شكل area model نكامل كده مديك هنا طيب لو بتعمل four divided third هنعملها ازاي تعالوا نشوف نشوف ال steps اللي احنا تعلمناها add solution عملنا ازاي قلت قلت والله four مش اكتناها four over one divided third قلنا هنعمل خلي الفراكشن الاولاني زي ما هو وخلي division times او times اما الفراكشن التاني خلي اللي بقى عكسلي numerator ما كان الدي numerator والعكس يبقى بدل ما هو one over three لا هيبقى three over one طيب ما حاجة زي كده عبارة عن twelve over one اللي هي equal twelve فهمتوا جبناها ازاي على طول طيب برضو محتاجين نشوف المودل مع بعض علشان نفهم اكتر ايه تا دلوقتي عندك one two three four ادي four عندك divided third يعني كل هول منه قسمتوا انه يبقى عبارة عن third طيب عبارة عن third ازاي اكيد قسمت three parts ادي part الثاني الثالث لان كل part عبارة عن third طيب احنا كده حصلنا على كام part قسمنا به الهول كله طبعا واضح انه twelve عندك three plus three plus three plus three اكيد الكلام ده كله هيبقى equal twelve يبقى انت هنا اصبح عندك twelve groups of third and four في twelve group مكونين مكونين يعني مع بعض third من الفور اللي عندك يبقى على طول طيب نكمل كده بيقولك خلاص استعمل لي الarea model علشان افلويت مجموعة الالكزامل اللي عندك لو بدأت تشوف شكل الموديل بالشكل ده عملنا ازاي ادي الففس عندك الففس هتقسمه divided two هتقسمه لتو بالشكل ده فهيبقى كل part عبارة عن one over ten طيب برضو ممكن نفهم اكتر عملنا ازاي الففس ده مكون من الهول فلازم تكمل الهول ب five parts يبقى اصبح عندك part تاني التالت الرابع الخامس five parts ولما تقسم كل part عبارة عن two parts بالشكل ده لانه ايلك divided two هتلاقي الجروب كله اصبح عبارة عن ten parts ازا اليونت الواحدة منه عبارة عن one over ten طيب احنا لو عايزين نحسب ده بالطريقة بتاعتنا هقولك تعالى ادي one over five divided two over one حول هال الملتليكيشن يبقى one over five times one over two عكاسنا يبقى اصبح one over ten يبقى احنا كده مشينا بالستبس بتاعتنا مشينا بشكل الموديل في النهاية السريوشن هيطلع معاك one over ten ايلي بعده خلاص الفكرة بقت معروفة هنكمل بقى بقى الموضوع ان شاء الله الموضوع سهر هنا بيقولك half divided seven الhave طبعا هي عبارة عن have وhave ولما تبدأ تشوف كل have منه مقسمه لseven parts هتلاقي equal one over fourteen لان هيبقى عندك seven هنا وseven هنا وseven وseven fourteen وطبعا يبقى الونت الوحدة هي عبارة عن one over fourteen طيب عايزين نعرف من خلال الستبس سهلة قوي هادي have divided seven over one هتبقى عبارة عن have times one over seven يبقى one over تمام over fourteen لان two times seven fourteen برضو عندك solution اهو بصورة اوضح معاك one over fourteen اكزامبل اللي بعده بقى سريعا هتلاقي الاكزامبل ده عندك three divided four عندك هول والتاني والتالت وكل هول اسمنا لfour parts يعني four 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 تمام هتلاقي كده solution معاك هيبقى equal للتولف لان انت دلوقات عايز تعرف عدد اللي انت قسمت به اللي هول اللي عندك ازاي خلاص قلت عبارة عن وديا كناها يبقى اللي هي equal 12 اكزامبل التاني تعالوا نشوف solution عندك خلاص الموضوع بقى واضح عندك قسمت ادي وان تو سري فور فاير سكس وكل من دول قسمته ل third parts والpart اكيد يمثل third بالشكل ده ازا طبعا لو بدأت تعمل كاوتنج هتلاقي solution معاك هيبقى 18 طيب برضو عايزين نعرف حسبناها برضو ازاي هتقول 6 divided third equal 6 طبعا 6 over 1 خلاص 18 over 1 اللي هي equal 18 وطبعا لو بدأنا نعمل كاوتنج للمجموعة دي كده كلها كل ده كده اكيد هيطلع اتين معك example التاني خلاص احنا كده خلصنا مجموعة تعال نشوف ال notes دي اللي احنا عايزين نفهمها اكتر ما نحفظها ونجربها كمان ازاي بصوا معايا three times third equal one three times third equal one طب جات منين هقولك تعالا مش كنا بنقول three دي كنا three over one times third بالشكل ده نعمل sample phi divide three equal one divide three equal one يبقى هي one او حتى لو ما عملناش sample phi كنت ممكن قلت هي عبارة عن three over three اللي هي equal one تمام يبقى احنا اثبتنا كده على طول لما تشوف لما تشوف three times third equal one او four times the fourth equal one يعني لما تشوف number والinverse بتاعه اعرف ان solution على طول هيبقى equal one وخدها نوتس عندك يعني مثلا five times the fifth equal one six times the sixth equal one يبقى اي number times ال inverse بتاعه ال inverse المعكوس فعكسنا ان emerytor ما كان den emerytor اكيد solution بتاعه هيبقى equal one تمام دي اول نوتس تعلمناها النوت التانية اللي عايز اقولها بقولك one divided three equal third طيب ما دي قلناها ان لو بتحول من شكل division لشكل الفراكشن هي هي يعني اكتب one divided three هي لما اكتبها نفسها one over three يبقى نوتس دي تمام معانا وفاهمينها طيب بص النوتس دي كمان بقولك one one divided third equal third انتو عارفين معاناها ايه معاناها بقولك انت لو عندك one كمعنى يا طرى الone دي جواها كام third الone دي ادار تقسمها الكام third مش الone ادار تقسمها الthree third يبقى دي معنى السؤال لما يقولك one divided third الone جواها كام third فاكيد على طول هتقول هم سري ده لو بالمعنى طيب لو من خلال الشكل ده مثلا لو من خلال الشكل ده ما تقدرش تقولي هنا لما اقولك three times لما اقولك هنا هو تعالوا اكتبع لما اقولك three times بالتالي لما اقولك ان الone بقى divided third مش هي اكيد سري لما اقولك one divided third equal سري يبقى من خلال الاجوشن برضو تمام بلاش من خلال ان احنا سبب نحسب للسبس بتاعتنا add one يعني one over one divided third بنرجع نعكس ازاي نحاولها multiplication هقول هي one over one times لسري over one عكسنا هو السري تبقى three over one هيبقى equal three over one يعني equal three يعني والله one divided third equal three فكرت فيها من خلال الموديل والمفهوم بتاعك فكرت من خلال الاجوشن الاولى دي فكرت انك تمشي بالاستبس اللي احنا فاهمينها كله هيقدي نفس السليوشن يبقى النوتس دي مهمة وخلاص الموضوع تفهم وممكن اول ما تشوفها تعرف السليوشن على طول بمجرد النظر طيب نكمل كده هنا بيقولك جيب القوشن بتاع اللي عندك دي طبعا السليوشن سهل قوي تعالوا تشوف حسبناها ازاي هقولك بدل مها كده خليها لي يبقى اصبح نيمريتور نيمريتور 1 7 21 1 21 اجامبل تاني خلاص الموضوع كده متهيالي واضح لنا كلنا بتقول بدل بدل ما هي 4 over 1 خليها لي 1 over 4 يبقى اصبح 1 over 8 تمام اجامبل تاني هتشوف السليوشن كده ازاي فكرت قلت 1 over 4 times دي بدل ما هي 4 over 1 خليها لي 1 over 4 اصبح طبعا 1 over 4 times 4 equal 60 يبقى 1 over 60 اجامبل التاني هتلاقوا السليوشن equal 5 ودي احنا فهمنا ليه بس تعالوا تشوفها بردو وماشيين بالاستبس عادي تفاهمين الاول المعنى عبارة عن ايه لما قولك 1 divided معناها 1 فيه كان 5 طبعا اكيد فيهم 5 يعني انت لو ما قسم كده whole تمام وبدأت 1 2 3 4 5 اصبت 5 parts ازن كل part من دول بيمثل 5 تمام يبقى ازن لما قولك 1 لما قسمها لفيفس يبقى 5 parts طيب لاش من خلال المودل والمفهوم تعالوا من خلال الاستبسل اللي احنا تعودنا عليها هقولك add 1 divided 5 هي عبارة عن اكيد 1 over 1 اهي و divide هتتقل times وهنا هتبقى 5 over 1 بدل ما هي 1 over 5 ازن السليوشن هيبقى 5 over 1 اللي طبعا equal لل5 example اللي بعده 3 divided third هتلاقي السليوشن 9 خلاص بقى الموضوع معروف تعالوا نحسب من خلال الاستبس add 3 over 1 divided هتبقى times بدل 1 over 3 يبقى 3 over 1 يبقى 9 over 1 اللي هي equal 9 كمان الاخير خلاص السليوشن كده متهيئة اللي بقى واضح لنا كلنا انك بتقول ادي 6 over 1 times 5 over 1 يبقى 30 over 1 اللي هو equal 30 بيقولك هنا how many halves are in the 3 apples يعني عندك 3 apples وكل apple هتقسمها ل 2 halves يبقى كل الhas كام طيب ما apple الواحدة فيها 2 يبقى 3 apple 6 لان 2 plus 2 plus 2 طيب نفهم الكلام الكلام من خلال الرسم معنا اهو تخيل مسكت كل apple اهي عبارة عن 2 وهنا 2 وهنا 2 اذا اصبع عندك 6 halves كل واحدة كان عبارة عن half عمان تفهم كده تحول الشكل ده للشكل اكوشن ازاي ان 3 divided half انا افهمها كده لما يقول كم عدد الhas are in 3 ابل هتقول هي عبارة عن 3 divided half وخلاص هتبدأ انت فاهم يعني 3 فيها كم half فهمنا ان 6 هتكتب ها عبارة عن 3 times 2 over 1 وده كان 3 ازا السليوشن طبعا هيبقى 6 over 1 اللي هو 6 معنا يبقى 6 halves بالشكل ده نكمل كده خلاص احنا كده خلصنا الليسون وشوف وقد ايه هو الليسون سهل تعال نشوف مجموعة اللي هي في الاخر ودايما انا برضو بقولك عليها اسهل كمان من الشرح بتاعنا لما اقول 3 divided third 3 over 1 يبقى 9 over 1 يعني 9 تمام فهتلاقي هنا 9 وهتلاقي هنا 8 طبعا اكيد 9 greater than 8 في السليوشن نمبر ايه اكزامل تاني بيقولك have divided m equal 1 over 16 هتلاقوا السليوشن نمبر ايه طيب نحسبها زي هقولك مش الام دي الام هي اكيد عبارة عن have divided 1 over 16 طيب تعالوا نحسبها هي عبارة عن have divided 1 over 16 تعالوا نحولها multiplication have times 16 over 1 يلا اعمل سامبل 5 divided 2 equal 1 divided 2 equal 8 يبقى السليوشن 8 over 1 اللي هو equal 8 يبقى نمبر ايه السليوشن معنا اكزامل الثاني عندك 7 divided A equal 35 برضو هتلاقوا السليوشن number B جاه منين هتقول ان الA دي اساسا هي عبارة عن 7 divided 35 تمام تمام واذي اعمل بتاعي divided 7 equal 1 وهنا divided 7 equal 5 فال solution number B اكزامل اللي بعد كده تقول لي 4 divided 5 equal كم هقول ادي 4 divided 1 over 5 equal 4 times 5 over 1 يبقى solution 20 over 1 يبقى 20 يبقى solution number C اكزامل اللي بعد كده عندك number وهنا number وبيقول لك اعملي comparison ما بينهم طب الموضوع بسيط هنحسب ده third divided 5 تمام هي اكينها عبارة عن third times بدل مها 5 over 1 خليها 1 over 5 يبقى solution عبارة 1 over 15 تمام يبقى هنا طلب معاك 1 over 15 لما حسبنا تعال نحسب ده انت شايف هنا subtract وشايف unlock denominator بس هو الموضوع بسيط لان 15 يعتبر multiple 5 فخلي دي كمان 15 لما خلي دي 15 بالشكل ده يبقى اكيد انا عملت times 3 فعمل 1 times 3 فأصبح 3 over 15 minus 2 over 15 solution part 1 over 15 انتم ملاحظين ايه طلعوا equal يبقى solution هيبقى معاك number c example اللي بعد كده بيقولك how many searches are in 9 احنا فهمنا بقى المعنى لما يقولك كده هتلاقي solution 27 لانه بيقولك how many searches are in 9 وقلنا بنحسبها ازاي بتقولك والله هي 9 divided third وتبدأ تحول هي 9 times 3 over 1 فطبعا solution 27 تمام يبقى كده عندك 27 من third موجودين في 9 example اللي بعد كده 13 divided fourth هتلاقوا solution 52 طيب جاه منين الموضوع خلاص اهو 13 divided fourth هكتبها ازاي ادي 13 times 4 over 1 وطبعا هنا 13 over 1 لما تيجي تحسب 13 times 4 هيديك 52 over 1 اللي هي equal 52 example اللي بعد كده بيقولك 5 divided fourth وهنا 4 divided 1 over 5 لما تيجي تحسبها هتلاقي solution number c عشان كده دايما ما تسترعش احسب وشوف ممكن مش شكل تحس هما مش equal اكيد لا بص كده معايا هنا 5 divided fourth هكتبها ازاي 5 times بدل 1 over 4 هتبقى 4 over 1 يعني 20 تمام طب تعال نشوف دي 4 divided هتخليها 4 times بدل 1 over 5 هي 5 over 1 يعني برضو 20 ازا solution 20 والsolution equal number c اجزامبل هنا بيقولك من خلال المدد ده قولي انه equation مناسبة هتلاقي طبعا واضحة جدا انه number b لان انت شايف هنا third انت شايف انك مقسمها ل2 تمام فهي عبارة عن third divided two third divided two طيب نبص كمان اجزامبل التاني برضو solution number b لانت شايف هنا fifth مقسمها ل2 parts فهي اقول عليها fifth divided two تمام كده تعالوا دلوقتي نشوف اخر lesson مع بعض وخلاص احنا مش هنقول حاجة جديدة تماما هنقول بس كده two examples مع بعض ونحلو تعالوا الاول نفهم difference ما بين ان انا اقول five divided third وان انا اقول طيب third divided five لو هنتكلم difference من خلال solution خلاص احنا بنمشي بستبتس وعارفين الدنيا مش هزاي بس احنا عايزين نفهم difference من خلال المعنى تعالوا كده نشوف مع بعض انا انا لما اقول لك five divided third قلتلك معناها ان انا بقولك هو في كم third في five يعني احسب لي groups how many groups من third موودين في five تمام هتلاقيهم انهم 15 وطبعا احنا فهمنا هقدر عملها five times three over one بالشكل ده فهتبقى 15 واحنا متأكدين طيب شوف لي الشكل التاني كده لما اقول لك third divided five دي بقى معناها ان third third بقسمها ل five parts لما عندك مثلا بالشكل ده وهنا third كده بتبدأ third دي بتقسمها ل five parts تمام فبالتالي هتلاقي الpart الواحد بيمثل one over 15 فحاجة زي كده بتكتبها انها third divided five وبتحسب how much is in one of a من الجروبز اللي عندك طيب بنحسبها زي ادي one over three هتتقلب times بعد five over one one over five فس اليوش هيبقى one over 15 بالشكل ده يبقى قدرت افهم لما يجيلي five divided third نحلها ازاي ولما يجيلي third divided five نحلها ازاي بس مهم كمان نفهم المعنى لما يقول five divided third يعني معنى الفيف بقسمة لparts وكل part في third واحنا هنا بنبقى عايزين نعرف عدد parts دي how many groups of third in five لكن لما يجيلك third divided five ده معنى انك third بتقسمها لfive parts طبعا بيبقوا equal يعني عندك زي الشكل ده third وبتقسمها لfive parts بالشكل ده فلما تيجي تحسب طبعا حاجة زي كده بيبقى البارت الواحد قمته one over fifteen تمام نكمل كده مع بعض الاجزامبل الاولاني معاك بيقول لك ان في بيتزا بارتي تمام وفي جروب من الفرنس وين half بيتزا divided into three parts بيقول لك ان في الhave بيتزا يعني have هنبدأ divided into three equal parts يعني divided three تمام يبقى ده بيفكرنا بالشكل اللي كان عندك كده عندك اهو ادي الhave واله دي مقسمة لthree parts يبقى انا لو بدأت ارسم المودل كنت هعرف انه دول كلهم عبارة عن six دول كلهم six فالتالي اليونت الواحدة هتبقى one over six ده انا لو فهم من خلال المودل اللي عندك طيب تعالوا نشوف السيديوشن كده عبارة عن ايه نفس ما طلعنا في المودل انت قلت add the divided three طبعا علشان قولنا three parts يبقى equal the have انحول من يبقى times بدل three over one لا one over three يبقى one over six of pizza بالشكل ده يبقى هنا قال لك how many pizza is divided into three equal فهمنا نحلها ازاي have divided three ركزوا معايا عمالة بعيد وزيد في القصة دي علشان ما تتلغبطوش ما بينهم بس الموضوع بسيط جدا نكمل example الثاني وهنا بقى بيقول لك عندك كمبيوتر بياخد one over three hundred of seconds علشان يكمل problem معينة للماس ويقول لك طب كمبيوتر answer in 90 seconds طب هياخد كام عدد الموضوع دي قد ايه how many تمام من خلال طبعا 90 seconds الطبعا هتلاقي انك بتقول طيب 90 اللي عندك هقسمها divided الفراكشن اللي كان عندك one over three hundred لانت عايز تحسب عدد الparts بقى ما دي بيفكرني بعدد الparts how many يعني عدد الparts او عدد group اللي موجودين يعني في 90 دول فيهم كام part والpart الواحد قمته one over three hundred طبعا سهلا انك بتقول 90 divided one over three hundred لبلي divide times يبقى وحتى النمبرز بسيطة احنا تعودنا خلاص ينزل ال three zeros اهو بينزلو تمام وينعين يبقى يطلع يقدر يحسبها تمام كده يا جماعة احنا كده الحمد لله خلصنا فيديو النهاردة وخلصنا كلها خلصنا اول three units بفكركم تاني بموضوع المراجعة انا هسابلوكم اللينك بتاع فعلا ان شاء الله تفيدكم لان احنا شرحنا فيها كل الاجزاء اللي فاتت وكمان حلينا اجزامبلز وافقار مختلفة نشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية وما تنسوناش في اللايك وتشيروا زمالكو علشان الكل يستفاد معنا وبإذن الله مكاملين باقي المنهج وهنزله قريب ان شاء الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة